يا صواح الفل صواح السعادة على كل مشاهدين اهلا بحضراتكم فاكرة جديدة من صباح البلد حيث احنا النهاردة فاكرتنا مهمة جدا هنتكلم فيها عن اجابة سؤال مشهور قوي وحواليه معلومات مغلوطة كتيرة قوي بنسمعها ولكن احنا النهاردة اكيد ان شاء الله هنجاوب بالمعلومات الصحيحة السؤال بتاعنا هو هل دوالي الخصيتين لها علاقة مباشرة على القدرة الانجابية للرجل ولا لأ هنعرف ايه هي المعلومات المغلوطة حوالي الموضوع ده واكيد هنقول المعلومات الصح مع دي في اللي منورني النهاردة الأستاذ الدكتور خالد سالم استشاري جراحة الذكورة وتأخر الانجاب والضعف الجنسي بمركز مصر الذكورة سباح الفل دكتور خالد اهلا بحضراتك منورنا يا دكتور سؤال النهاردة هل دوالي الخصيتين لها علاقة مباشرة على القدرة الانجابية للرجل معلومات كتير يا دكتور ما بين التهوين والتهويل في الموضوع ده خلينا نبدأ بالمعلومات الخاطئة حوالي الموضوع ده او المعلومات الشائعة اللي دايما الناس بتنصح بيها بعضها وهي في الاساس ما لهاش اي علاقة من الصحة اللي هي المعلومات المغلوطة عن الدوالي صحيح اول المعلومات المغلوطة الدوالي ما لهاش تأثير على الانجاب عند الراجل دي اكبر معلومة مغلوطة اقول المعلومات الصحيحة ولا اخلي المعلومات الصحيحة في الاخر خلي معلوماتنا الصح ونصيحنا كلها في الاخر خلاص مش هنختلف دي الحاجة الاولانية الحاجة التانية دي دوالي بسيطة ما لهاش تأثير يعني ان الدوالي لها تأثير ولا ما لهاش تأثير حسب الدرجة بتاعت يعني لو درجة كبيرة تأثر ولو درجة صغيرة ما تأثر المعلومات دي مغلوطة بنسبة مليون في المية يعني خاطئة تماما يعني الدرجة ما لهاش علاقة بالتأثير المعلومات التالتة او الحاجة الخاطئة التالتة اللي هي مشهورة لا دي دوالي بسيطة ممكن تيجي بالعلاج علاج الدوالي عملية جراحية ما فيش حاجة اسمها علاج للدوالي يعني زي واحد رجل مكسورة علاجة الجبس ما فيش حاجة اسمها علاجة دي رجلو ده بالنسبة للدية كمثال الدوالي ممكن تبقى ضرر على يعني عملية الدوالي ممكن تبقى مضرة لك في الإنجاب او ان هي ممكن تسبب تسبب لك او تسبب لك انعدام حيونات طبعا معلومة خاطئة هنا لازم نفرع ما بين ان عملية الدوالي الصحيحة لها تأثير ايجابي وان عملية الدوالي التي عملت خطأ او او لها تأثير سلبي يعني زي مساء اقول ايه دكتور جراح ما بعرفش يشتغل فعمل عملية لوز موت واحد هل ده معناه ان عملية لوز بتموت لا طبعا ايوا تأحب جراح مش مش في مسألة ان انا اجيب جراح عند مشكلة اا 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 السقها بالعملية طبعا ده خطأ كنتبقى شائعة عن العملية نفسها ان هي بتؤدي للوفية يعني ده من المغلوطات أمن المغلوطات أه طبعا يعني كلام يعني خطأ بشدة يعني نسبة أمان العملية دي مش عايز أقول 100% يعني 99 وحط التسعة اللي تأجبك لو اتعاملت بطريقة صحيحة وجرح عنده يعني خبرة يعني هي عملية سهلة لكن مش معنى أنها عملية سهلة أي واحد يعملها يعني ده طيب يمكن حضرتك من المعلومات الخاطئة اللي قلتها لنا دلوقتي أن الدوالي ملهاش علاقة بالإنجاب ولكن هل لها تأثير سلبي على وظيفة الخصية آه طبعا الدوالي لها تأثير ضخم على وظيفة الخصية أولا يعني عشان نقدر نقول علاقة الدوالي بالإنجاب ده في جميع المراجع الطبية بلا استثناء أكتر سبب لضعف الإنجاب عند الرجالة يمكن علاجه هو دوال خصية أكتر سبب يمكن علاقه في عدم الإنجاب الأولي 40% 50% وفي عدم الإنجاب السنوي 80% عدم الإنجاب الأولي الدوالي مسؤولة عن عدم الإنجاب بنسبة من 40% ل 50% في عدم الإنجاب الأولي وعشان بس نستوعب شايفين الرقم بيقفز ل 80% في عدم الإنجاب السنوي الإنجاب السنوي يا دكتور اللي هو حد تم ليه الخلفة قبل كده بالضبط كده سواء من نفس الزوجة أو بالزوجة تانية يبقى معنى كده أن الدوالي سبب قوي جدا 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 ليه تأخر الإنجاب أدي واحد نمبر اتنين إن لها تأثير سلبي قوي على وظيفة الخصية لما تبقى 80% من عدم الإنجاب السنوي يعني ده رقم ضخم جدا رقم عالي جدا بالضبط كده هنا ده بقى يفهمنا ليه الدوالي بتأثر بالسلب على وظيفة الخصية أولا الدوالي ممكن تسبب دمور في الخصتين بس عشان نتخيل الموضوع قد إيه الدوالي ممكن تسبب خلال هرموني يعني دوال الخصتين ممكن تسبب خلال هرموني إن الخصية وظيفتها إنتاج هرمون الزكورة فممكن الدوالي تأثر على إنتاج الخصية من هرمون الزكورة لأنها بمنطقة بساطة عشان نفهم الموضوع زي الخصية عبارة عن مجموعة من الخلايا صح؟ الخلايا دي لها وظيفة محددة في خلايا مسؤولة عن إنتاج هرمون الزكورة وفي خلايا تانية مسؤولة عن إنتاج الحيوانات المنوية يعني تكون الحيوان منوى وتنقسم وتدي حيوان منوى خلاص الدوالي بترفع درجة حرارة الخصي ارتفاع درجة الحرارة بيخلي الوظيفة بتاعة الخلاة دي تضطرب دي حاجة الحاجة التانية الضغط الهايدروستاتيك وحقول يعني ايه الضغط الهايدروستاتيك بيسبب نوع من انواع الضغط على الخلاة فبالتبعية الخلاة تموت وبالتبعية قدر يعمل فيها ضمور لحد كده انا حوضح برضو حرج على النقطة دي تاني الحاجة التالتة ان هي بتسير جهاز المناعة ضد الخصية يعني لها تأثير مناعي ولها تأثير وظيفي على وظيف الخلاة ولها تأثير تدميري على الخلاة عن طريق الهايدروستاتيك برشن ايه الضغط الهايدروستاتيكي احنا عندنا لو فيه امبوبة فيها مية طولها متر المتر المية ده بيضغط على النقطة على قاعدة الانبوبة لو لها يعني لها قاعدة ضغط عالي كل ما طالت الانبوبة كل ما كانت ضغط عالي وكل ما قصرت الانبوبة كل ما كانت ضغط ايه ميق فدوال الخصيتين بيبقى فيه ارتجاع في الدم في اتجاه الخصية طول العمود ده من اول من عند الوريد الاجوى في السفلة اللي هو بيجمع الدم من نص التحتاني للجسم لحد الخصية تقريبا طول العمود ده حوالي 30-35 سنتي ممكن يبقى 40 سنتي حسب طول الشخص فإذا ده عمود يعني الضغط بتاعه بيبقى ضغط على خلايا الخصية ارتفاع درجة حرارة الخصية برضو له تأثير سلب جدا على وظيفة الخلايا ويؤدي كمان الى دمور الخلايا يعني عشان بس أدي مثال قاطع ويبقى واضح جدا في أزهان الناس ليه لو واحد عنه خصية معلقة وتثابت في بطنه ونزلناها بعد كده ما بتشتغلش ايه اللي حصل الله دمور ايه السبب 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 ان هي جوه البطن درجة الحرارة بتاعتها بتبقى عالية فبالتبعية الخلايا جواها ايه بتبوز وانتهت للأبد وما بتشتغلش تمام فبقى ايزا هنا ودايق برضو قدنا الى ملحوظة بسيطة جدا كل الناس عارفاها ليه المبيض عند الست جوا بطنها وليه الخصيتين برا جسم الراجل عشان تبقى درجة حرارتهم اقل من درجة حرارة الجسم ايه درجتين مقوياتين خلاص فيبقى ايزا هنا دلوقتي الدوالي لها تأثير سلبي على وظيفة الخلايا المكونة الخصية ولها تأثير سلبي بتعمل دمور في خلايا الخصية وبتصير جهاز المناعة ضد خلايا الخصية يعني احنا شايفين قد ايه تأثير سلبي فيه تأثير كمان انا ما ذكرتوش اللي هو التراكم السموم داخل الخصية يعني ايه تراكم السموم درجة المفروض الاوردة بتاخد السموم اللي هي نواتج العمليات الهدم والبناء اللي هي في قلب الخصية يتم ازاحتها عن طريق الاوردة تروح للقلب والقلب يبعطها للكلة والكبد والرقة عشان يتخلصوا من كل الايه السموم دي خلاص لما الدوالي بيبقى الدوالي السمومات اللي فيها بترجع الدم من ناحية الخصية فالسموم دي بتتراكم تمام فبيبقالها تأثير سلبي على الخلايا تأثير قوي اخر حاجة هقولها بقى عشان يعني تبقى النقطة واضحة جدا بالنسبة للناس اول اكتشاف للتأثير السلبي او علاقة الدوالي بقدر الانجابية على الراجل بتأثيرها السلبي على قدر الانجابية على الراجل كلام ده كان في 1952 على قدين دكتور الماني كان مريض عنده دوالي وكان ما عندهش حيوانات منوية لما عمله عملية الدوالي طلع له حيوانات منوية في السل منوي وانجب بعدها دي كانت اول مرة العالم انا بقول في 1950 اول حالة تم تسجيلها يعني احنا مش بنتكلم على قبل التاريخ القديم انا بتكلم يعني في خلال 75 سنة دي كانت اول مرة الطب يعرف ان الدوالي لها تأثير سلبي على القدر الانجابية للراجل طيب معنى دكتور كلام حضرتك كمان ان التأثير ده متزايد يعني ممكن يزيد اذا ما تمش اه طبعا اذا ما تمش العلاج ولا هل تأثيرها سابت ده كلام مهم جدا تأثير الدوالي السلبي السابت تأثير الدوالي السلبي متزايد بالوقت متزايد بالوقت وده نلاحظه من ايه من عدم الانجاب السنوي يعني ايه يعني واحد عنده دوالي خلف فيها مرة او اتنين او تلاتة ووصلت معها تأثير السلبي بتاع الدوالي عنده نقطة بحيث هو مش قادر يخلف تاني عشان كده بقولنا ان الدوالي الليها تأثير سلبي او هي مسؤولة عن عدم الانجاب في الرجالة اه بالنسبة 80% في عدم الانجاب السنوي يبقى اذا لو انا جبت وده يقودنا للسؤال التاني لو شاب مش متجوز وعنده دوالي احنا نعمله وانا ما نعملهوش هو مش متجوز يعني احنا ما نعرفش هو هتخلف في السلمانة وبتاعه ده ولا لأ والمجرد ان انا يبقى الحكم بتاعي العدد والحركة والكلام ده كلاته لا يعمل ده ده مش منطق لا التجربة الحقيقية هي الاصدق ان هو يبقى متجوز ونشوف خلف ولا ما خلفش هنا بنقدر حكتين اتنين بنتابعوا بيه الحاجة لو انا بنعمله تحليل السل الملوي كل سنة يعني كمتابعة لو انا لقيت ان انا بيحصل تناقص في السل الملوي يبقى هنا العيان ده لازم يتعمل لانا لو سبته هو ماشي في سكة ايه انه يحصل ضخم ومتزايد خلاص ادي حاجة الحاجة التانية هرمونات الغد النخمية بنتابعوا بيها تحديدا الف اس اتش لو انا لقيت الف اس اتش يبقى عمال بيه لا يبقى هنا ده معناه ان الدوالي بتعمل تأثير سلبي قوي على الخصية ومتزايد يبقى انا لازم اوقفه ان انا اعمل العملية طيب اخر حاجة نقولها هل وارد ان انا اعمل عملية الدوالي لطفل اه ده سؤال مهم جدا يا دكتور اه ما هو ده بالزبط كده اه وارد ان انا اعمل عملية الدوالي لطفل وده كلام متفق عليه في المراجعة الطبية لو انا لقيت ان الدوالي في ناحية يعني مثلا في ناحية الشمال مأثر على حجم الخصية بدرجة ان فيه فرق واضح ما بين الخصية الشمال والخصية اليمين يبقى اذا في مشكلة في النمو بصورة طبيعية في جهة معينة ده بدأت تعمل دمور يبقى هنا في الحالة دي انا لازم اوقف هذا الكلام بعمله العملية طبعا هو مش مشهور على فكرة حكاية ان احنا نعمل عملية الدوالي في اطفال يعني مهاش كتيرة جزء منها لان هي مش كل الاطفال بيتم ايه فحصهم لكن الكلام ده في الدولة الغربية هما في النظر اللي تناقص الخصوبة في الدولة الغربية فهما بيعملوا عملية تقييم بالضبط للمراحقين بحيث ان هو اللي هما في اعداده السنو بحيث ان هو لو لقى ان هي مقصرة على حجم الخصية يتدخل بسرعة عشان بالضبط كده عشان ما ينتيش به ان هو يحصل له دمور مع مرور الوقت فالتأثير السلبي بتاع الدوالي ترقومي بالوقت نعم دكتور انا عايزة من حضرتك النهاردة نصيحة لكل اللي بيشوفونا النهاردة لو حد عنده مشكلة دوالي الخصيتين ولسه ما بدأش في رحلة العلاج نصيحتي ان هو يا راجع دكتور امراض ذكورة متخصص القضية مش ان انا اعمل يعني انا ممكن يجي لعيان عنده دوالي ما اعملوش وممكن يجي عيان عنده دوالي اعمله فالدوالي التأثير السلبي بتاع الدوالي ما هواش بالدرجة يعني مش معنى ان واحد عنده دوالي كبيرة انها مؤثر عليه بالسلب وواحد عنده دوالي صغيرة انها مش مؤثر عليه لان فيه تفاوت في تأثير الدوالي ما بين الاشخاص مين اللي قيم هذا الكلام اكيد الدكتور الدكتور عشان كده انا اتكلمت على الطفل قلت ايه قلت احنا هنقيم بحجم الخصية هنقيم به الهرمونات لان انا طفل لسه ما عندهش حيوانات منوية او شخص مش متزوج هقيمه عن طريق تحليل السلمانة ومتابعته مع الوقت وعن طريق الهرمونات وعن طريق حجم الخصية يبقى اذا الكلام ده مش هيتم يعني محدش هقدر يقيم الحالة الا اذا كان دكتور متخصص في امراض الزكورة وعنده خبرة في هذا المجال يبقى قولا واحدا عشان اقلل التأثير السلبي او اقلل المشاكل اللي ممكن تحصل مطلوب ان الشخص لو هو شكك ان عنده دوالي او هو عارف ان عنده دوالي يراجع دكتور متخصص في امراض الزكورة بحيث هو اللي ياخد القرار بناء على الحاسيات اللي انا ايه طبعا اكيد دكتور خالد انا بشكر حضريتك جدا شرفتنا ونورتنا النهاردة كالعيدة طبعا شكرا جزيلا على اجابات حضريتك على اسئلتنا المهمة جدا النهاردة بشكر حضريتك جدا شرفتنا ونورتنا دكتور كان معنا النهاردة منورنا الاستاذ الدكتور خالد سالم استشاري جراحة الزكورة وتأخر الانجاب والضعف الجنسي بمركز مصر للزكورة النهاردة اتكلمنا عن موضوع مهم جدا 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 اتمنى نكون قدرنا نجاوب على كل الاسئلة اللي بتدور في ازهان حضراتكم شكرا جزيلا واتمنى ان حضراتكم تكونوا استفدتوا من معلومات دكتور خالد ومن نصيحة دكتور خالد لنا واتمنى ان احنا بلاش ناخد المعلومات المغلوطة من قريب او من صديق او من على الانترنت واتمنى ان احنا نمشي في الطريق الصح من البداية ونروح للدكتور المتخصص علشان يعني حل المشكلة في البداية دايما بيكون افضل بكتير ما نستنى والوقت يتأخر نكون ضيعنا وقته والحالة للأسف بتكون متزايدة زي ما دكتور خالد شرح لنا النهاردة بالتفصيل شكرا جزيلا كنت مع حضراتكم النهاردة شكرا جزيلا نشوف حضراتكم بكرة وحلقة جديدة من صباح البلد